فيما بدأ سوق بعض السلع سيما التبغ التأثر بما يثار عن قرب تطبيق الضريبتين الانتقائية والقيمة المضافة توقعت مصادر مالية للرأي اللا يتم تطبيقهما قبل يناير من العام 2019 وعازت تلك المصادر ذلك لما تفرضه الدورة الدستورية لإقرار الضريبتين موضحة أن ما هو معروض على مجلس الأمة حاليا هو الاتفاقية الخليجية التي تشكل إطارا للضريبتين ويستدعي الأمر في حال موافقة مجلس الأمة على الاتفاقية الخليجية إصدار قانون خاص بكل ضريبة يقره مجلس الوزراء ثم يقوم بإحالته على مجلس الأمة وفي حال الموافقة على القانون يأخذ طريقه لإجراءات التطبيق والتفعيل بعد إصدار لائحة تنفيذية لقانون كل من الضريبتين على حدة